المتسليم على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام خواني وعزائي سلام من الله تعالى عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته وصلنا في مقاطع من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن صلى الله عليه قوله وأخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان وأكثر الاستخار وتفهم وصيتي ولا تذهبن عنك صفحة نبدأ بشرح المقطع الأول من هذه الوصية حيث أوصل الإمام عليه السلام بأن يكون دعاء العبد خالصا لله تعالى وعلّل لزوم الإخلاص في الدعاء لله تعالى بأن الله تعالى وحده بيده العطاء والحرمان هنا يحتمل معنيان في تفسير هذه العبارة معنى الأول أن الإنسان في حياته الدنيا لا شك أن لديه الكثير من الاحتياجات والطلبات والأهداف والأمان ويعمل على تحقيقها هنا الإنسان المؤمن عليه أنه حينما يأخذ بالأسباب الطبيعية أن يكون تعلّق قلبه ورجاؤه خالصا لله تعالى لا يشوب هذا التوجه وهذا التعلّق شيء من التعلّق بالأسباب الطبيعية فإذا شابه شيء من ذلك أثر في هذا الإخلاص والإمام عليه السلام يأمر بأن يكون هذا التوجه وتعلّق القلب هنا حتى تتضح المسألة في معنى الإخلاص تعلّق القلب رجاء الإنسان أن يكون خالصا أن يكون متوجّها بتمامه إلى الله تعالى مثلا كأن الإنسان يطلب رزقا من مال أو يطلب صحّة أو يطلب شيئا من هذه الأمور التي يرجوها في الحياة الدنيا هو من جهة الله تعالى أمره بأن يأخذ بالأسباب الطبيعية هذه مثلا مسألة رزق أن يسعى ومن خلال الوسائل والأسباب المتعارفة أن يسعى لتحقيق رزق يطلب شيئا هدفا لديه حاجة لديه عليه أن يسعى وفق الوسائل والأسباب الطبيعية المتعارفة والمتداولة باعتبار أن الله تعالى كلّفه وأمره أن يلجأ إلى هذه الأسباب الله تعالى أبى أن يجري الأمور وتحقيق هذه الأمور إلا بأسبابها الطبيعية والمتعارفة إذن ما الفرق؟ إذا الجميع الآن المخلص في دعائه أو غير المخلص هو مؤمور بأن يتوجه إلى الأسباب تارة للإنسان حينما مثلا يطلب رزقا من مال أو يطلب جاهن أي شيء من هذه الأمور يلجأ إلى الأسباب الطبيعية ربما في بعض الأحيان يتصور أن تحقيق هذه النتائج متعلق بهذه الأسباب الطبيعية مثلا متعلق بشخص بجهة معينة أو أنه يسعى بنفسه من خلال هذه الأسباب إلى تحقيق الأهداف هنا يتوجه قلبه ويتعلق بهذه الأسباب وبهؤلاء الأشخاص وبهؤلاء الجهات هذا التعلق بهذه الأسباب وهؤلاء الأشخاص وهذه الجهات شائبة تشوب مسألة الإخلاص المشكلة أين هنا؟ أحيانا الإنسان حينما يكون له تعلق ورجاء بالأشخاص أو جهة معينة حينئذ قد يضطر وتطول هذه المدة حتى يحقق هدفه وما يطلبه قد يضطر إلى التملق أو التزلف أو الخضوع أو التذلل أو الاستخانة لشخص آخر أو جهة أخرى أو بهذه الأسباب وقد يضطر أحيانا بسبب هذا التعلق ورجاء بهؤلاء الأشخاص وهذه الجهات وهذه الأسباب الطبيعية إلى أن يتنازل عن مبادئه وقيمه بسبب هذا التعلق حينئذ ذلك سيضر في دينه بخلاف الإنسان المؤمن فإنه يعتقد أنه صحيح هذا الشيء الذي يطلبه لا بد أن يتوجه إلى الأسباب الطبيعية ويطلب من أشخاص آخرين من جهات هو يعمل من خلال هذه الأسباب والوسائل على تحقيق هذا الرجاء ولكن يبقى تعلق قلبه ورجاؤه بالله تعالى من أن الله تعالى هو الذي بيده قلوب الآخرين هو الذي يؤثر في تحقيق هذه النتائج من خلال جرعا هذه الأسباب وحينئذ يكون رجاؤه بالله تعالى وحده بمعنى آخر مثلا أنا لدي حاجة وهذه الحاجة يمكن أن تقضى من خلال شخص الفلاني الجهة الفلانية أنا تعلق قلبي بالله تعالى نعم الله تعالى سيذلل ويسخر قلوب الآخرين ويجري الأسباب على أيديهم في تحقيق هذه النتائج المرجوة كل شيء بيد الله تعالى أحيانا الإنسان ينسى يتصور أن هذه الأسباب وجرانها على يد بقية الأشخاص إنما هو على نحو الاستقلال لا بتأثير من الله تعالى الإنسان المؤمن الذي يخلص في المسألة لله تعالى يعتقد أن المؤثر في تحقيق هذه النتائج وفي جران هذه الأسباب وتفعيلها وتأثيرها من قبل الله تعالى فلا يضطر إلى التملق والتزلف والتذلل والخضوع للآخرين ولا يضطر إلى أن يتنازل عن مبادئه وقيمه حتى وإن لم تقضى هذه الأمور التي يحتاجها لأنه يعتقد أن الله تعالى هو الذي يؤثر في أن يسخر قلوب الآخرين يجري الأمور على أيديهم يسهل الصعاب وغير ذلك من هذه الأمور حينئذ لا يضطر إلى هذه التنازلات والتدلل بل يكون تذلله وتملقه وتزلف إلى الله تعالى لأنه يعتقد أنه بيده الأسباب بأجمعها حتى القلوب قلوب الآخرين تذليل الأسباب تسهيل الأمور إنما هي بيد الله تعالى ممكن الله تعالى يسخر قلوب الآخرين يذللها بحيث تقضى هذه الحاجات على دين أحيانا لا يغلق هذه القلوب فيحمر بالإنسان لمصلحة يحمر بالإنسان من ذلك الشيء الذي يرجوه بيده العطاء والحربان الإنسان المؤمن يعتقد أن هذا العطاء وهذا الحربان للأمور التي يرجوها كذلك في المسائل التي يواجه فيها الإنسان مشاكل أزمات تحديات مصاعب فتح الأبواب لحل الأزمة والمشكلة ودفع الأمور التي يخاف منها ويقشع ضررها بيد الله تعالى وإن كان أحيانا الإنسان مؤمور هذا تكليف من الله تعالى الكل مكلفون بأن يلجأوا إلى الأسباب والوسائل هذه الوسائل المتعارفة أذهب إلى شخص معين جهة معينة مثلا يعينون في دفع هذه المخاوف حل هذه الأزمة والمشكلة هو مكلف بذلك لكن لا يكون تعلق قلبه ورجاؤه بهذه الأسباب بهؤلاء الأشخاص أنهم هم الذين بيدهم حل المشكلة دفع هذا الضرر وغير ذلك من هذه الأمور التي يمر بها الإنسان وإنما يكون اعتقاده بأن الله تعالى هو الذي سيجري الوسائل والأسباب على يد هؤلاء الأشخاص يجريها أو لا يجريها وبالتالي تبقى هذه المشكلة والأزمة لمصلحة ثم تحل وغير ما ما فيه بعضا الإنسان المؤمن هنا الإخلاص الذي يأمر به الإمام عليه السلام تعلق القلب توجه القلب رجاء الإنسان بالله تعالى وحده ما الفرق بين الحالين الإنسان الذي يشوب هذا التعلق القلبي أحيانا في داخل القلب فيه مساحتان جزء منه يكون تعلق بالله تعالى جزء آخر أحيانا إنسان حينما توجه الآخرين لديه تعلق بالله تعالى لكن جزء من القلب مساحة من القلب يكون تعلقها بالله تعالى مساحة من القلب من المشاعر والتعلق والاعتقاد بالآخرين بهذه الأسباب حينئذ ماذا قد يفضر أحيانا إنسان يتدلل ويخضع ويستكين إلى الآخرين هذا هو الذي يشوب هنا شائبة أثرت في الإخلاص الإنسان المؤمن يلجأ باعتبار أنه مكلف هذا لابد الله تعالى يريد ذلك أن نلجأ إلى هذه الأسباب والوسائل المتعارفة ولكن قلوبنا لا تتعلق بها بل يكون رجاؤنا تعلق قلوبنا بالله تعالى وحده كيف إذن تجري الأسباب ما الفرق بين الاتقادين الإنسان المؤمن يعتقد بأن الله تعالى سيؤثر في قلوب الآخرين يسخرها يجري الأمور يسهل جران هذه الأهداف والمسائل التي يطلبها على يد الآخرين على يد الجهات وعلى يد هذه الوسائل والأسباب المتعارفة الإنسان المؤمن يقول لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى لذلك يكون توجهه خالصا لله تعالى في هذه المسألة هذا معنى من معنى الإخلاص هناك معنى آخر ولعل هذا المعنى شائع عند الكثير الإنسان في الحياة الدنيا من لوازمها أنها لا تستقر على حال واحدة بل أحيانا في حال من رخاء ورفاهية وتوافر النعم الرزق المبسوط الأمور تجري وفق ما يشتهيه الإنسان وأحيانا أخرى تتناوب هذه الحالة في حال من الشدة والضيق والخوف والضيق الرزق والابتلاءات والمحن والمصائب والنوائب هكذا تتناوب هذه الحالتان تتناوب على الإنسان وهي من لوازم الحياة الدنيا لا ينفك عنها إنسان في الحياة أبدا ما معنى هنا وأخلص في المسألة لربك الإنسان الذي يخلص في المسألة لربه حاله في التعلق بالله تعالى وعلاقته مع الله تعالى وتوجه إليه بالدعاء في حال الشدة ورخاء على حد سواء حينما يكون في شدة وضيق بفطرته يتوجه إلى الله تعالى لكي يرفع عنه هذا الضيق وهذه الشدة وهذا الابتلاء وهذه المحنة وهذه المصيبة ويحله الأزمة والمشكلة يتوجه في حال الضيق والشدة بفطرته إلى الله تعالى إذا تبدل حاله إلى الرخاء رزق المبسوط حياة موفرة له منعمة ليس هناك ضيق ليس هناك شدة ليس هناك مشكلة ليست هناك مصيبة للإنسان حاله في رخاء ونعيم حينئذ ينسى الله تعالى أين نلتفت إلى هذه القضية بالدقة أين هذا قد يمر لدى الكثير أين شائبة الإخلاص هنا حينما لا يتوجه إلى الله تعالى كأنه لسان الحال للبعض ليس لسان المقام ليس بلسانه المتعارف لسان الحال حينما يترك التوجه إلى الله تعالى والدعاء من الله تعالى ويبقي علاقته كما كانت في حال الضيق فرخاء أيضا يبقيها وكأنه بلسان الحال يقول أنني يا إله مستغن عنك أنا ما لدي من المال من الصحة من العافية من القوة من الإمكانات والقدرات سوى كانت لدي أو لدى هذه المجموعة التي أنتمي إليها أنا أكتفي بها الحفاظ على هذا الحال مرهون بما لدي من الإمكانات والقدرات أنا لا أحتاج إلهي هذا لسان الحال هكذا حينما يترك الدعاء كأنه يقول بلسان الحال أنا يا إله مستغن عنك أنا بإمكان أنا أؤمن بقاء هذا الحال على قدراتي وإمكاناتي وعلى الآخرين لا أحتاج إليك حينما يترك الدعاء هذا معنى لسان الحال هكذا كأنه أنا مستغن عنك يا إلهي أنا ما لدي من القدرات وإمكانات كافية لدوام هذا الحال فيترك الدعاء والتوجه إلى الله تعالى ثم بعد ذلك حينما يعود حالة الشدة والضيق والكرب يعود مرة أخرى إلى الله تعالى لا يستوي حاله الإخلاص في المسألة لله تعالى أن تكون هناك علاقة متوازنة مع الله تعالى في كل الحالين الإنسان المخلص والمؤمن المخلص في دعاء وتوجهه لله تعالى وعلاقته مع الله تعالى كأنه يقول في حال الشدة واضح يتوجه الإنسان إلى الله تعالى في حال رخاء في حال الرخاء الإنسان المخلص في علاقته ودعاء الله تعالى يقول إلهي دوام هذا الحال الذي أنا فيه ليس مرهون بقدراتي وإمكاناتي وليس مرهون بهذه حتى الجهة التي أنتم إليها أي عنوان كان لهذه الجهة لا وإنما إلهي أنت وحدك بيدك أن تبقي عليه هذا الحال أو أن ترفعه بيدك أن تبقي هذا العطاء إليه أو أن تحرمني منه لذلك إلهي سأتوجه إليك بالدعاء لكي تديم علي هذه الحالة وحتى إذا رفعتها عني فلمصلحة ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذه الشائبة هذا موجود سنذكر بعض الآيات القرآنية التي بيّنت أحوال الكثير وأشارت إلى هذه الحالة ما هي الأسباب التي تجعل المؤمن أنه يعتقد ويتوجه بالدعاء في كلا الحالين الآن هو اعتقاده بأنه لا مؤثر في الوجود إلا من قبل الله تعالى دوام هذا الحال من النعم وغير ذلك من تحقيق الأهداف والأمان والحاجات التي يحتاجها الإنسان إنما هو مرهون بمدى استمرار هذا اللطف وهذه النعمة من الله تعالى فإن بيده العطاء والحرمان الآيات القرآنية التي أشارت إلى ذلك وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما أحيانا من المشكلة والأزمة والضيق الذي يومر به الإنسان يطول أو يكون شديد اشوف الإنسان في جميع أحواله بس هو في حال الصلاة في غير حال الصلاة هو قائم واقف جالس حتى حينما يتجع من الشدة التي يومر بها يتوجه إلى الله تعالى بأن يرفع هذه الشدة وهذا الضر في جميع أحواله ثم الله تعالى من رحمته ولطفه يرفع عنه هذا الضر فلما كشفنا عنه ضره مره كأن لم يدعنا إلى ضر مسه نسي ما هي أسباب النسيان لماذا يختلف حال الإنسان ولا يكون لدي هذا الإخلاص حينما يرفع عنه هذا الضر الإنسان ينسى ما هي أسباب هذا النسيان أحيانا كثيرا حينما يغرق الإنسان في النعم ويكون في حال من الرخاء وتوفر الأسباب وتوفر الأمور التي يطلبها ربما أحيانا يصيبه شيء من الطغيان لدى هذا الإنسان أو ربما بسبب نلتفت إلى هذه القضاء بسبب هذه النعم توفر له الأجوال لارتكاب الذنوب والمعاصي أو ربما بسبب غرقه في هذه النعم وتصوره بأن هذه النعم إنما جاءت من ذاته من علمه من شطارته من سعيه من إمكاناته فينسى أن هذه الأمور إنما هي مزورة من الله فلا يكون هناك لديه توجه إلى الله تعالى هذا كأنه يقول كأنه يقول الآن حينما يترك هذا التوجه إلهي أنا مستغلن عنك ألا نست بحاجة إليك هذه الحالة التي أنا فيها يكفي إنما لديه من إمكانات وقدرات كافية أن تبقى هذه النعم وهذا الحال علي وهذا خلاف الاعتقاد الصحيح بأن جميع الأمور إنما هي من الله تعالى فلذلك هذا الإنسان ينسى فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعن إلى ضر تمسه أيضا في بعض الآيات الأخرى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البغي أعرضتم إنسان هذا معنى عام مو إلا في البحر والآن هذا باب التصوير لبعض الأمور التي يومر فيها الإنسان الآن حصلت هذه الأمواج العاتية وغيرها من الأمور وأوشك هؤلاء أن يغرقوا وأوشكوا أن يتعرض إلى الهلاك توجهوا بفطرتهم إلى الله تعالى إلهي اكشف عنا هذا الضر اكشف عنا هذه الشدة اكشف عنا هذا الضيق الله تعالى نجاهم الآن أصبحوا في حال من الغخاء وفي حال من النجاة الآن بس أي مشكلة يمر بها الإنسان الآن قد يتخلص من هذه المشكلة والأزمة والمحنة ثم بعد ذلك أعرض عن الله تعالى كان في حال من الجفاء والصدود والإعراض عن الله تعالى هذا الإعراض والصدود بلسان الحال يقول كأنه إلهي تهى أنا بعد ما أحتاج إليك أنا أصبحت الآن نجوت من هذا الضر وهذه الشدة أنا لست بحاجة إليك أنا مستغن عنك هذا ربما نحن نمر بمثل هذا التقلب في الأحوال هذا يضرب بمسألة الإخلاص التي أمر بها القرآن الكريم وأمر بها الله تعالى وكذلك في وصية الإمام عليه السلام المعنى الثاني أيها الإنسان المؤمن كن مخلصا في الدعاء والتوجه إلى الله تعالى في حال رخاء في حال الشدة أو في حال رخاء والحياة الدنيا لا تنفك عن هذين حالين في جميع الأحوال كن متوجها إلى الله تعالى وحده لذلك أيضا ورد في بعض الأحاديث التوصيح بذلك كما في الحديث عن الإمام الباقي عليه السلام ينبغي للمؤمن أن يكون دعاه في رخاء نحوا من دعاه في الشدة ليس إذا أعطي فترة يعني حينما أكون في حال الضيق هو في حال الضيق ونشط في التوجه إلى الله تعالى انتهى حال الضيق أصبح في حال رخاء والنعمة هناك فتور في الدعاء من الله تعالى فلا تمل الدعاء فإنه من الله عز وجل بمكان أحيان الإنسان يحصل لديه هذه الحالة من الملل أنه فيدعو في بعض الأحوال وفي أحوال أخرى من الشدة من الرخاء لا يدعو الله تعالى لذلك الإمام عليه السلام يقول انتبه الله تعالى الآن حينما كنت في ضيق الآن في الرخاء يغفع أنك هذا الرخاء ويعيدك إلى ضيق ربما أشد فإذا كنت تذكر الله تعالى في حال الشدة ثم في حال الرخاء لا تذكره إذا عادت إليك الضيق كما نسيت الله تعالى فرخا سينساك في حال الضيق يعاملك على حد من سواء نعم هي من رحمة قد يقول قال أين رحمة الإلهي إذن حينما ينساك حتى هذه رحمة بك لكي ينبهك على هذا الخطأ الذي أنت فيه ما تنتبه الآن ينبهك ينساك لفترة حتى ينبهك يقول لك انتبه كن في الدعاء مع الله تعالى في حال الضيق والشدة وفي حال الرخاء والنعمة على حد سواء لتكن لك علاقة متوازنة مع الله تعالى ثم يقول عليه السلام وأكثر الاستخارة أولا ما معنى الاستخارة التي أوصل الإمام بأن نكثر منها وهل هناك جنب عقائدية ونفسية وتربوية تتمثل في الاستخارة حتى يدعون الإمام عليه السلام إلى أن نكثر منها إنما يوصلنا الإمام بالإختار من الاستخارة معناه أن هناك جنب عقائدية تستحق أن نكثر لأجلها أن هناك جنب تربوية جنب نفسية مفيدة وصالحة لحياة الإنسان المؤمن لأجل هذه الأمور الإمام عليه السلام يوصلنا بأن نكثر من الاستخارة أولا فلنعرف ما هي المعاني المحتملة في مسألة الاستخارة هذه الصيغة الاستفعال هي طلب الشيء مثل أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله تعالى الاستخار طلب الخير ويحتمل فيه هنا ثلاثة وجوه الأول معنى الاستخارة هو الطلب الخير كيف الإنسان المؤمن الآن الذي منحه الله تعالى العقل وعطاه التجربة أمره أيضا أن يستفيد من تجاربه ومن تجارب الآخرين أيضا الإنسان الذي يريد أن يقدم على عمل الإنسان المؤمن لا يتعجل في الإقدام على هذا العمل بل يبدأ بالتفكر والتأمل فيه ويجيد بعقله في هذا الأمر ثم يحاول أن يختار أفضل الوجوه والطرق للوصول إلى هذا العمل هذا يطلب الخير فلا يتعجل في ذلك بل يتأنى يحاول أن يعمل فكره وعقله ويحاول أن يختار أفضل الطرق والأساليب للوصول إلى الهدف الذي يرجوه واضح هنا أكيد إعمال العقل التفكر في هذه الطرق الموصلة إلى هذا الشيء الذي يطلبه وهو يعتقد بأنه خير لا شك هذا من شأن العقلاء وديدن العقلاء والمؤمنين لا يتعجل في الإقدام على هذا الأمر فربما هناك وسائل توصله إلى ما هو أكثر خيرا هذا معنى واضح أنه الإكثر منه يعطي نتائج أفضل المعنى الثاني المحتمل وهو طلب الخير من الله تعالى بالدعاء الإنسان يدعو الله تعالى أنه هذا الأمر هل فيه خير هل فيه مصلحة يعتقد بأن الله تعالى عالم بجميع الأمور بدقائق الأمور ثانيا أنه هو حكيم يقدر ما فيه المصلحة هذا الأمر فيه مصلحة أو لا هذا أمر يعلمه الله تعالى فالإنسان المؤمن هنا بالدعاء من خلال الدعاء يطلب من الله تعالى أن يقدر له ما فيه الخير هل هذا الفعل الذي أقدم عليه فيه خير فيه مصلحة أم لا ليس فيه الخير ليس في مصلحة هل أن هذه الأمور الثلاثة أو الأمور الأربع أيها أصلح لي وأفضلها خيرا قد يكون الترجيح والترديد ليس بين الخير والشر أو ما فيه مصلحة أو ما فيه مفسدة لا هناك أمور متعددة أحدها أفضل من غيرها وأصلح من غيرها أنا أطلب من الله تعالى بالدعاء أن يقدر لي ما هو الأصلح وما فيه الخير تعالى هكذا ربما ليس فيه خير ومصلحة أطلب من الله تعالى أن يقدر لي ما فيه الخير ويصرف عني ما فيه الشر وما فيه المفسدة أو أحيانا أن يقدر لي ما هو الأصلح من بين أمور متعددة واضح هذا أيضا يطلب فيه الإكثار لأن الإنسان في حياة يمر بالكثير من هذه الحالات المتأرجحة بين الخير والشر وبين المصلحة والمفسدة أو الأمور المتعددة المترددة بين كون بعضها أفضل وأصلح والبعض الأخر أقل صلاحا هذا المعنى الثاني وواضح فيه الإكثار المعنى الثالث الذي هو المتعارف بيننا وهو إجراء الاستخار المتعارف وكما وردت في الروايات من خلال الاستعانة بالآيات القرآنية الكريمة أو من خلال ما ورد في بعض الروايات من الاستخارة بالسبحة مثلا أو بقضية الرقاء وغيرها هذا ما هو الوجه في أن الإنسان يكثر من الاستخارة بالقرآن الكريم وغيرها كأن الإنسان هنا حينما يلجأ إلى القرآن الكريم ويريد من خلال هذه الآيات الاستعانة بها لكي يتبين هذا الأمر فيه مصلحة أنا ما أعلم أم ليس فيه مصلحة هذا الأمر المردد بين اثنين فيه مصلحة أولا طبعا قبل ما نذكر أنه الوجه في ذلك لابد أن الإنسان يلجأ إلى الاستخارة في حال الحيرة والتردد في بعض الأمور ليست مورد الاستخارة كما في الأمور التي تتعلق بها الأحكام الشرعية من وجوب أو حربة أو غير ذلك هناك الأمور التي هي مباحة مثلا والإنسان يجهل ما فيه المصلحة وما فيه الخير طبعا بعد أن يعمل فكره وعقله أولا يستشير الآخرين ربما بعضهم أعرف منه بهذه القضاء وخفاياها ودقائقها الآن فيستشير الآخرين لكي يبين له الطريقة الصحية حينما يستنفذ الوسائل المتعارفة من إعمال عقله وفكره والاستعانة بتجاربه السابقة واستشارة الآخرين ويبقى في حال الحيرة والتردد يقول إلهي أنا وصلت الآن إلى طريق مزدود أنا لا أستطيع أن أشخص والأمر يحتاج إليه يحتاج إليه لمصلحته أو لدفع ضرر مثلا ويريد أن يقدم على هذا الأمر في خضم مسؤولياتي في الحياة وأهدافي في الحياة يريد أن يقدم هذا الأمر لكن يقول إلهي أنا عملت فكي وعقلي استشرقت الآخرين الآن تجارب الآخرين استشارة الآخرين أنا الآن متردد متحير وصلت إلى طريق مزدود وأنا بحاجة إلى هذا الأمر ماذا أفعل إلهي هنا لماذا ما هو الوجه هنا في أن الإمام يمر بالإسلام السر كأن الإنسان هنا يقول إلهي أنت العالم بكل شيء أنا الجاهل هذا فدلون من العبودية أنت تعلم جميع دقائق الأمور وخفاياها وأسرارها الآن أنا ألجأ إليك لكي تكشف لي ما فيه المصلح واحد ثانيا حتى حينما تعلم فإنك أرحم مراحمين بحالي لا شك أنك إلهي من مقتضى هذه الصفة ستختار لشيء الحسن والشيء الذي فيه خير بعد ولحكمتك إلهي وأنك حكيم وتعلم ما فيه المصالح وما فيه المفاسد لا شك بهذه الصفات الثلاث ستختار لي ما فيه المصلحة وتدفعني ما فيه المضر والمفسدة وهذه الأمور الاعتقادية تعبر عن العبودية من العبد لله تعالى لذلك حينما توقن هناك استخدار دعاء تعبير الاعتقاد من الإنسان لله تعالى بأنه عالم بأنه رحم أرحم رحمين بأنه قادر بأنه حكيم هذا هو اللون المهم من ألوان التعبير عن العبودية لله تعالى هذا الجانب العقائدي الذي تعبر عنه الاستخارة بالمعنى الثالث ذلك أمر الإمام الأكثر من بعد ما هو الجانب النفسي المهم والتربوي الذي يتجلى في الاستخارة وبسببها أمر الإمام بالإكثار الإنسان الذي لا يلجأ إلى الاستخارة هذه الحيرة والتردد الذي فيه سيجعله في حال من اليأس والقلق والتحيير هذه الحالة النفسية مضرة بالإنسان ما يجري وصل إلى الطريق مزدود ما يستطيع أن نشخص الحالة التي مصل وربما إذا اضطرته الحاجة يلجأ إلى خيار ليس فيه المصلحة بل فيه المفسدة هذا الحال النفسي من التحير والتردد يبعث على القلق واليأس وربما يخشى من الإقدام بينما الإنسان المؤمن الذي يلجأ إلى الاستخارة المتعارفة وهي لون من الدعاء ويطلو من الله تعالى والله تعالى يخشف له هذه الأمور سيعيش حالة من الطمؤنين ورفع الحيرة والتردد التي تجعله في حال من الهدوء النفسي والاستقرار النفسي الذي تجعله يقدم على هذا الأمر ويحقق له الحاجة وبالتالي يجعل له حالة من التفاعل في الحياة هذا الأمر النفسي الذي يعيش الإنسان المؤمن تجعله يقدم على هذه الأمور وهو في حال من الطمؤنين والسكينة النفسية ومستقر في حالته هذا الحال النفسي الذي يعتبر إيجابيا حينئذن الإمام يقول أنت إذا أردت أن توضح لنفسك حقائق الأمور وتسير في هذه الحياة ساعيا إلى تحقيق أهدافك واحتياجاتك أو ما يدفع عنك الضر وأنت في حال من الطمؤنين والسكينة والأتقال بأن هذه الأمور تجعل رفق المصالح ودفع المفاسد حينئذن الطريق الذي يجعلك في هذا الحال هو أن تطلب ما فيه الخير من الله تعالى بهذه الطرق استعانة بالقرآن الكريم استعانة بآيات الله تعالى لكي تكشف لك هذه الأمور هي استعانة بالله تعالى هذا الجانب النفسي والتربوي الذي لأجله الإمام عليه السلام يقول وأكثر الاستخار هذه جوانب تجلت فيها جوانب عقائدية جوانب تربوي نفسية لذلك الإمام عليه السلام قال وأكثر الاستخار نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه غضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين والطاهرين ترجمة نانسي قنقر